السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا اليوم الجمعة. جمعة مباركة للجميع. اليوم سبعة اه محرم الف رمية وربعة وربعين هجرية. اه الموافق الخمسة غشت الفين واثنين 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 دي. اول حاجة شكرا بزاق لتدعم دلكم. ما ننسوناش بالبصمة. باللايك اللي عطيكم الخير. المواد ديال الفيديو هي تلاتة محاول تلاتة رئيسية. اللي اه قصيرة جدا ما غداش نطور عليكم في الفيديو. الموضوع اللول هو واش فرنسا نقدر ندخلو لها بلا تحليل ديال بس اير ولا احتاجي حاجة واش رفعت الشروط ديال الدخول اه الفرنسا فيما يخص الكوفيد. عادي نجاوبوا على هذا السؤال وغادي نشوفوا بعض الدول الاخرى. الموضوع التاني هو المديرية العامة لامر الوطني محمد الخامس. اه علاش عملت واحد توضيح? علاش ناضط تعمل واحد توضيح فيما يخص شكوى ديال واحد مواطنة اه اسبانية بمطار اه محمد الخامس اللي ادعت بانها تعرضت للتعصف ومعاملة سيئة من قبل مسالح الامن الوطني بمطار محمد الخامس. شنو كيقول شنو كيقول الامن ديالنا في المطار? وشمال علاقة عند هاد الواقعة هادي بين احنا يا كمهاجرين وكمسافرين ولا كزارية? فغادي نربط لكم وغادي نوريكم شنو هي العلاقة اه ما بيننا وبين هاد العمل هادا ولا هاد الشيء ده اللي وقع في مطار محمد الخامس وكذلك قادي نوضحو الامن الوطني شنو كيقول على هاد القضية ديال. الموضوع الثالث هو ان الصفارة ديال البلجيكا كتغلق لابواب ديالها. آآ غادي نشوفو شنو هو السبب وش حال ديال المدة اللي غادي تبقى لابواب ديال الصفارة مغلوقة. اذا على بركة الله. بحل يخص لكم ما غادي نطور عليكم. نشوفو. الموضوع هو آآ صفارة بلجيكا بالمغرب تغلق ابوابها المدة تلتي ايام. علاش غادي تغلق الابواب ديالها المدة تلتي ايام. اولا شنو هي هاد الايام هاد الايام هي تمانية وتسعود وعشرة غوشت. آآ يعني الاثنين وثلاثة وراربع اللي مجين. فالصفارة غادي تشد الابواب ديالها. كش قول لك بانه يعني تحتاج الى وقت لتحيين الانظمة الالكترونية ديالها. يعني آآ ما عرفش شنو غادي تعمل. احنا المطار كبير قد وقداش. فالانظمة الالكترونية ما كتحتاج تحيين. فالمدة خمسة دقائق ولا ستدقائق كتولي التحيين وكت يعني ولا اكتواليزايشن ولا شي حاجة. وكتولي الانظمة التعدل. فيما يخص اما القنصلية الاسئلة البلجيكية فكتقول بانها آآ ما غاديش تقدر تحيين الحواسف ديالها في هاد ولا الانظمة الالكترونية في هاد مدة اقتيرة. وغادي تحتاج التلتي ايام عاد تولي تحل الابواب ديالها. ولكن انا كنظر بانه عند الطلبات المرسلة اليها من اجل الفيزات كتيرة جدا وما كتقدرش التعامل مع آآ هاد طلبات هذه. فالمعنى بان المغربين آآ بزاف خصوم يخرجوا خارج المغرب آآ ما عارد شو السياحة ولا خصوم يخرجوا مرة ولكن المهم هو آآ انه عنده آآ يعني طلبات كتيرة لمعالجتها. وبالتالي لربما تحتاج وقت اكتر آآ باش تشوف آآ كيفاش تتعالج هذه الامر هذه. اذن هذا فيما يخص الغلق ديال السفارة البلجيكية آآ بالمغرب. الموضوع الثاني هو ديال الامر الوطني. المدرية العمل الامر الوطني بتوضح بخصو الشكوى مواطنة اسبانية بمطر محمد الخامس. باختصار هاد السيدة هادي كان متمجزة من افريقيا مع آآ المرافق ديالها آآ الزوج دياله ولا النبيو دياله. ما كان ننصب عن الزوج دياله. او الا لا كانوا قادوا الزوج دياله. مجزة مع واحد السيد موحد دولة افريقيا وعا تعمل الترونزيت في كازابلانكا ومن كازابلانكا عادي تكمل للمدريد العاصمة الاسبانية. هاد السيدة هادي الامر الوطني ما خلاهاش تكمل الرحلة دياله. آآ ليش? لانه ما كانش عند الاوراق الكافية. وشنو هي الاوراق هو يعني بسبب آآ شروط ديال الكوفيد ما خلاهاش تدوز بحكم ان اسبانيا كتطلب ايما يكون عندك تلقيح فيه تسعة شهور او لا البيس سيدة دياله او لا انتخنوا. فهات السيدة هادي ما كانش عنده الوراق دياله. هاد ما كان عنده احتش ورقة من هاد الوراق هادي فبالتالي الامر الوطني ما خلاهاش تدوز آآ ودالك آآ يعني على حساب ما كتطلبوا البالد لام دياله. فهناك تشوف حسب بين الحاقة المديرية فقط اظهر مراجعة المعطيات المتوفرة لدى مسالي شرطة الحدود مطر محمد الخامس الدولي. ان هاد المعنية بالامر وصلت للمطر ديال محمد الخامس بتاريخ جوج غس مجم واحد الرحلة من افريقيا. مرفو قبل ابنها بالتبني. ماشي ولا. مهمية ابن سبريقة تعتبر والدها بالتبني. ومعها كدلك واحد المواطن من جنسية دي هاد البلد الافريقي. ومليك انت بغى تخرج تبين انهم يتوفى انهم. انتجها الى العاصمة مدريد. انتبين انهم يتوفروا على جواز تلقيحة الضواباء كوبيد مدة يعني لك عندهم للتلقيح ولكن مدة دياله كتجاوز تسعة شهر. ها فهين قلت لكم غادة نوضح لكم اوجه تشابه. يعني ده بكتوشين الماطا. الاغلبية في الماطا ما كيسولوك شي قاع مرة. ها را عندي الانستغرام عمر بالمساجات. اه اللي كدخل. فكيما قلت لكم الانستغرام عمر بالمساجات اللي الناس كدقول را انا عملت البيس سير وما طلبوه ليش. را اخسرت الفلوس عملت انتيخين وما طلبوه ليش. اخسرت الفلوس كين اللي يقول لك اه انا عملت تلقيح وزيت عليه البيس سير ورغم ذلك ما قبلوه ليش ولكن هانت را من اللي عادي بغيو يطلبوه لك را غادي يطلبوه لك لانه ما زال هادك الشي اللي مكتوب. والشي اللي يقول هنا المصالح الامر الوطني فتقول الامر الذي يقتضي وفق الدوابط اللي وضعت هالسلطات الاسبانية انه الى كان عندك في تسعة شهر فخصك الفحص ديال البيس سير اللي ما تفوتش المدة دياله امين واربعين ساعة باش تخرج من من الاراضي المغربية افتجاه البلد اللي هو اسبانية وبين انا هاد المعطايات فااا المعنية بالامر حتى اللي غدا عادت مشات وعملت البيس سير وخلصت عليه وكادا وعدت الامور دياله مزيان وكادريك اه اداء المستحقق ديال البيس سير لفائدة شاركيها قبل ما تغارد تغادر الماطر ديال محمد الخامس نهار ثلاثة غشت يعني بيتوها في الماطر خلوات ما علاش حيث ما عنداش الشروط باش تدخل الاسبانية رغم انها اسبانية ديال فالجنسية وجاء فهد البيانة المدرية العامة الامر الوطني التوضح هذه المعطايات فانها تنفي في المقابل تعريض المعنية الامر ومرافقها الى تجاوز او شاطط مؤكدة في هذا السياق دائما عن الاجراءات اللي يعني عملوا معها فهي اجراءات داخلها في منظومة ديال الدوابط القانونية والتنظيمية لتدبير يعني المنافذ الحدودية اذا اه هذا فيما يخص الموضوع الثاني اللي هو ديال الامر الوطني في مطر محمد الخامش. اى دبقا قد نشوفو الشروط الخروج اه من فرنسا الى من المغرب الى فرنسا ففرنسا رفعت القيود بصيفة نهائية صافي ما بقاش حتى الشرط باش تخرج للفرنسا. ده بس السؤال اللي غدي ترحو عليها الناس هو. واش غير بالنسبة للمقيمين في فرنسا ولا حتى الناس اللي عندهم الفيزا شوف. بالنسبة للخطوط الملاكية المغربية ما بقتك تسوي لك الاحتاج حاجة لك تمشي الفرنسا غير هو وكان واش البوليس غادي يخلي وكتدوز لا تلقيه كامل الى كنتي سائح مغربي ولا لا اما اذا كنتي مقيم في فرنسا وعندك الجنسية الفرنسية فما تحتاج لا بس اير لا انتخينو لا تلقيه لا احتاج حاجة غادي نشوفوا مثال هنا يا عملت كاسابلانكاليون غادي نشوفوا شنه هي الشروط واندي الوردناتور بالفرنسي بالاسبانية انت لكن انت بالفرنسية رعا دي تقرهات ما فهانت بنسبة سيليمينات توداش للرستريكشونيش بارابولارا فرانسيا يعني مبقحتاش شرط فرانسيا ريطيرادو للرستريكشونيش دي بياخس يعني فرانسا مبقاش عنداش شروط بس تسافرلا هدي بنسبة هدي بنسبة للناس لي يعني مقيمين فرانسا هناك يقول لك هنا بنسبة للمقيمين مغربة اللي مشين سياحة يقول لك جميع المسافرين هنا باقي بانا خصوكوا عندك تتلقيه باش تخروج كسائح لفرنسا ولكن انا كان قول لك شركة الطيران ما كتمنعكش وانما شوف مع البوليس واش غادي خليواك يعني تكمل الطريق او لا لا ده باقي نشوفوا اسبانيا واش باقي عندك ذك الشروط دي الخروج ولا السفر الى الى اسبانيا واش مازال عندها البسائر وتلقي حول لا لا هنا عندك بالنسبة للعربية عملا فقط بالنسبة للناس اللي عندهم الفيزا سياحة هي اللي عملا لهم الشرط اما بالنسبة للمقيمين ما عملا لهم حتى شي شرط هنا يا بصيفة نهائية رغم ان اسبانيا كتسبة بان خصيكو عندك تلقيح او اللي 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 لانتخنو ولكن العربية هنا ما عملا لهم حتى شي شرط كتدخل كتجبر الشروط فقط بالنسبة للمغاربة والمقيمين في المغرب بالنسبة للدول الاخرى الناس اللي اه في بلجيكا مثلا فحيدوا جميع الشروط للدخول الى بلجيكا تحيدت مالقلا بصير لا انتخنو لا تلقيح لا حتى شي حاجة بالنسبة لهولندا فللمقيمين اه او للا اصحاب الجنسية ما كيحتاجوا حتى شي حاجة ولكن السياحية كيحتاجوا يكون عندهم تلقيح الكامل باش يدخلو لهولندا بالنسبة لسويسرا حيدت كلش مقا عندها حتى شي حاجة وكذلك انجلاتيرا حتى هي حيدت جميع الشروط للدخول اليها كذلك حتى الهنا نكون نصرت للاخر ديال الفيديو ديالي اللي عندو شي تعليق مرحبا بي خليل تحت ولا شي سؤال واراكم في بوديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم السلام اشتركوا في القناة